أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعوت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لأخينا كنا القاهر باق وارحمه وارحمنا بعده وجعل الجنة متقلبه ومثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم اغفر له وارحمه إذ آواه التراب وفارقها الأهل والعشيرة والأحباب اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه وعافه وأكرم منزله ووسع مدخله وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم إن أخاناكنا الطاهر باق عبد من عبادك وابن عبد من عبادك وابن أمت من إمائك قد نزل بك يبتغي رحمتك ومغفرتك وكان أخونا طاهر يشهد أنك أنت الله فيما نعلم وأن محمداً عبدك ورسولك أنت غني عن عذابه وأعلم بسره وعلانيته اللهم إن كان أخونا كن الطاهر باق محسنا فاذد في إحسانه اللهم إن كان أخونا طاهر باق محسنا فاذد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم جازه بإحسان إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانا اللهم أبد له دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وضاعينا وعاصينا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين